العالم يترقى باجتماع الفيدرالي يوم 18 سبتمبر للبت في خفض نسبة الفائدة العامة من عدمها كيف سيتأثر البيتكوين والعملات الرقمية؟ طيب ايش وضع فجوة الهبوط بالنسبة البيتكوين التي لا تزال مفتوحة عند 54 ألف دولار أمريكي؟ أمل أقرب هو تنظيف البيتكوين للشرطات صعوداً لمناطق 72 ألف دولار أمريكي وقريباً جداً رح نفتح شاشات التلفزيون ورح نتفاجأ بأخبار سياسية جيوسياسية بيولوجية اقتصادية قوية لأن الذهب والفضة يقومان بحركة قياسية تشير إلى أن هناك حدث قادم بأم الله تعالى ولا تنسى وتذكر دائماً أن الاتشارت يسبق الحدث ونحن نستشرف المستقبل بأم الله تعالى باستعمال البيانات الرقمية وفي نهاية الحلقة رح أعلمك عن حدث ويوم جداً مهم رح يحصل فيه حدث يعتبر الأول من نوعه في الوطن العربي كل هذا واكثر في حلقة اليوم ما عندنا وقت نضيعه توكلنا عن الله قبل ما نبدأ شيء نتقدم بالشكر لرعاة ثري كومتز واحد من أشهر بوتات التداول الآلي في عالم العملات الرقمية تقريباً من عام 2017 طبعاً فيه راح تلاقي حلقة في صندوق الوصف لهذا الفيديو شرحت فيها ثلاث بوتات وأيضاً لو استعملت رابط الموجود في صندوق الوصف راح تحصل على 10% خصم على أول اشتراك شهري أو 50% خصم على أول اشتراك سنوي يا هذا أو هذا وأيضاً لا ننسى منصة أوكي إكس للتداول للعملات الرقمية أرجع وأقول أنا عندي في أوكي إكس ما بحساب واحد حسابين Personal Account أو حساب الشخصي و Institutional Account أو الحساب المؤسسي على كلها على منصة أوكي إكس فهذا المنصة اللي استعملها وإذا استعملت رابط الموجود في صندوق الوصف قد تحصل على مكافأات تبحيبي ننتقل الآن إلى البيتكوين على الفريم اليومي ما راح أطول عليك لأنه عندنا شرطات كثيرة راح نناقشها فراح أعطيك الأساسيات وأهم الأمور بالنسبة للبيتكوين بصورة عامة على الفريم اليومي لا يزال تحت التنفيذ لدينا الوتد السلبي واللي تكلمنا عنه قبل كذا وأيضاً بالمقابل القاع المزدوج الإيجابي طيب يا سعدين تقول لنا فيه وتد سلبي وفيه قاع مزدوج إيجابي أيهما أبسط لك الموضوع أكثر تداول البيتكوين فوق 69 ألف دولار أمريكي مع الحفاظ عليها هذا يعني أنه تفشل السلبية تداول البيتكوين فوق 64 ألف دولار أمريكي هذا يعني تفعيل القاع المزدوج واللي هدفه ما بين 80 إلى 85 ألف دولار أمريكي إذن أهم الأرقام بالنسبة لنا حالياً للبيتكوين قاعدة داولة 59 ألف دولار أمريكي هو الستين والاثنين وستين أف دولار أمريكي لأنه هذه إعادة لاختبار الوتد السلبي فلازم ننتظر ونشوف ردة الفعل طيب إيش هي أهم المناطق؟ أكثر تجمع الحيتان في الدعوم والمقاومات هي كالتالي أهم تجمعات للحيتان من ناحية الدعوم هي كالتالي خمسين ألف بعد ذلك عندك خمسة وابعين ألف ثم أربعين ألف بسيط نحفظها خمسين خمسة واربعين واربعين ألف دولار أمريكي هذه بالنسبة للدعوم لو نأخذها من تحت طيب لو نأخذها من فوق أكثر مناطق التي تجمع الحيتان في المقاومات هي كالتالي ستين ألف بعد ذلك خمسة وسبعين ألف بعد ذلك سبعة وثمانين ألف دولار أمريكي خلينا نتكلم شوية عن الدي اكس واي وفي النهاية راح لخسرك الصورة العامة وأيضا تفسير عنوان الحلقة أو أيضا الصورة المصغرة اللي موجودة على هذه الحلقة بالنسبة للدي اكس واي أو الدولار الأمريكي على فريم الأربع ساعات تشكل لدينا حرف الام وأيضا القمة المزدوجة مع تخفيض الفائدة وخف نسبة الفائدة العامة راح نشوف تفجير هبوطي للدي اكس واي والدولار الأمريكي وتبدأ تكسر أقوى دعومة وتستمر في الهبوط لذلك عاجل أنا مآجل لأن الدي اكس واي والدولار الأمريكي متجي إلى مناطق 99 إلى 100 بعد ذلك خلينا نتكلم بشكل جدا بسيط على موضوع النفط ليش موضوع النفط؟ لأن النفط واحد من أهم المؤشرات للوضع الاقتصادي عند اللايت كويد أويل الـ WTI على الفريم الأسبوع ونفط على الفريم الأسبوع للمدى المتوسط والبعيد تشكل لدينا قاع مزدوج زي ما تشوف هدفه هو 120 إلى 130 طبعا نقطة التحول لأن الآن زي ما تشوف الـ WTI أو النفط عند الـ 69.33 نقطة التحول هو التجاوز الـ 95 والتداول فوقها طبعا تفشل الإيجابية هذه كلها بكسر هذه المنطقة التي تشوفها اللي هي الـ 64 يعني ارتفاع النفط شيء لنا أنه قد يكون هناك حدث قادم مهم لا تنسى أن القيمة الأولى بالنسبة للنفط هي كانت الأحداث ما بين روسيا ووكرانيا فهذا شيء جدا مهم أنه نأخذه في عين الاعتبار في أمر آخر حابين نتكلم عنه اللي هو الذهب بكل بساطة خلينا نتكلم شوية عن الذهب لأنه لا زال هناك تشابه كبير ما بين الذهب والبيتكوين يعني تجاوز البيتكوين مناطق الـ 74 ألف دولار أمريكي راح تكمل مسار الذهب فراح نشوف ارتفاعات بأمر الله تعالى لكن إذا حصلت غدرة في البيتكوين وطاحت خلينا نقول بيوكة وديل سريع ما بين 38-42 ألف دولار أمريكي وارتدت ارتدات سريع هذا يعني أنها باح تمشي مسار الذهب فكلتا الحالتين صعود بأمر الله طيب خلينا نتكلم عن الذهب بشكل خاص على الفريم الشهري تحت التنفيذ يطلع مسلامة لدينا رأس والكتفين المعكوسة حدف الذهب على شارت الاسبوت هو 3000 دولار أمريكي واضح جدا أهمية رقم 2600 دولار أمريكي لأنه تجاوزها والحفاظ عليها يعني جنون في عملية شراء وراح يعطينا فيول إلى 3000 دولار أمريكي فهذا علشان يحصل قد يكون يرافق ذلك أحداث جدا كبيرة فهل يتماشى ذلك مع النفط هل يعني أن هناك أحداث قادمة كبيرة لأنه زي ما قلنا القمة السابقة في النفط كانت الأحداث ما بين أوكرانيا وروسيا طيب إيش الفيولة أو إيش الحدث اللي راح يصير يخلي الناس تبدأ تشتري ذعب هذه كلها تدل أنه هناك أحداث قد تكون قادمة بأمر الله تعالى في أمر آخر خلينا نتكلم عنه اللي هو الأذرز أو خلينا نقول الدومنينس الخاص بالأذرز هذا يعطينا واستحواذ الخاص بالأذرز ما عدا التوبتن عملات رقمية هذا يعطينا تصوير بسيط عن الألت كوينز سيزن أو الألت كوينز سيزن أو موسم العملات الرقمية طبعا ما شاء الله إحنا مشيين بالملية عندنا رقم جدا مهم اللي هو 9.73 و 9.73 اختراق أبل حفاظ عليه راح نشوف جنون في العملات البديلة وبداية موسم للعملات البديلة مصغر وليس نهائي طيب خلينا نتكلم بالنسبة لخفض نسبة الفائدة العامة نسبة كثيرة تقول أنه فيه خفض نسبة الفائدة العامة بـ 50 نقطة أو بـ 25 نقطة في شهر سبتمبر اللي هو 18 سبتمبر كل هذا راح نشوفه طيب السؤال هل الهبوط الماضي اللي ما في سوق العملات الرقمية لأنه إحنا نعف إذا خفض نسبة الفائدة العامة هذا يتماشى مع تصحيح في السوق يعني خفض نسبة الفائدة العامة البيفت أو تغيير سياسة الفيدرالي لا يؤدي إلى تصحيح في السوق ولكن العكس التصحيح في السوق يأتي معه خفض وبيفت في نسبة الفائدة العامة فالسؤال الأهم هل التصحيح اللي حصل في سوق الكبتو العملات الرقمية اللي حصل في الفترة الماضية هل هو التصحيح الذي يتماشى مع البيفت أو تغيير سياسة الفيدرالي وأنه خلاص بعد الخفض راح يبدأ الارتفاع أم اللي كان يحصل هو مجرد خلينا نقول تسخين ولما يقرر الفدرالي بخض نصف التفادي عامة راح نشوف تصحيح كبير في السوق وتأثر ثم بعد ذلك ارتفاع الإجابة بكل بساطة غير مهم نعم غير مهم لأنه بكل بساطة لا أنا ولا أنت ولا حتى ناس كثير بات مراكز جدا عالية تعف الإجابة لهذا السؤال ما حد يعرف بالضبط كيف السوق راح يتفاعل مع هذا الأمر وبذلك من وجه النظري نعم فيه فجوة ما زالت مفتوح البيتكوين عند 54 دولار وميكة وتكلمنا عن مناطق أقل من ذلك ولكن الأقرب هو تنظيف الشرطات بالنسبة لبيتكوين صعودا وإذا سواها البيتكوين راح نشوف موسم لعملات بديلة مصغر ما هو نهائي ولكن مصغر جميل بأم الله تعالى لكن هذا يرجعنا للإجابة إنه ما هو مهم اللي قاعد أو اللي راح يصير يحصل لأنه إحنا ما نعرف ولكن بالنسبة للمستثمر هو الشراء بأجزاء وجهة نظر وليست نصيحة ما هو قدم وجهة نظر وليست نصيحة وقاوك ممارك وقاوك لوحدك وعلى مسئوليك شخصية بيبحر وخصاره الدخول بأزاء إن كان هذا هو التصحيح اللي يتماشى مع تغيو سياسة الفدرالي وبعد الخفض يبدأ الارتفاع فهو تمام والوضع أوكي إذا كان ما هو بهذا هو التصحيح ولكن لما يقذر الفدرالي فعلا الخفض راح نشوف تصحيح قوي متماشى مع تغيو سياسة الفدرالي في سيولة ندخل فيها أو أدخل فيها وهكذا السيناريوهات الممكنة طبعا فيه أمر آخر حاب تكلم عنه قبل ما ننتقل إلى آخر جزئية بتاريخ 27-9 راح يصير الشيء يعتبر الأول مرة راح يصير في الوطن العربي بأم الله تعالى هذا الأمر نشتغل عليه لأشهر فإذا حابب تكون جزء من هذا اليوم الكبير سوينا قائمة انتظار للناس المهتمة أن تكون جزء من هذا اليوم الكبير وحبين تغيير حياتهم هذه القائمة فقط للأشخاص المستعدين لتغيير حياتهم بأم الله تعالى طبعا التسجيل في هذه القائمة وقائمة الانتظار وبعد إمثال المقاعد راح يقفل ورح يغلق فلذلك راح يسيب لك رابط قائمة الانتظار تقدر تسجل فيها على واحدة من الزوايا في هذا الفيديو فحظيا إذا أنت ما لحب تدخل ضياعة فلصة من بين يدينك بأمر الله خليك متذكر تاريخ 27-9 راح يصير شيء يعتبر الأول من نوعه في الوطن العربي بأمر الله طيب نجي الآن لفسر العنوان أو الصورة المصغرة طبعا ليش في ناس تؤمن بأن خفض نسبة الفائدة العامة غافة نسبة الفائدة العامة تأثير نسبة الفائدة العامة على أسواق الكريبتو والعملات الرقمية غير مهم وما هو إلا كذبة القارن أنا أختلف تماما لأن البيتكوين على الأقل البيتكوين هو جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية فبالتالي خفض نسبة الفائدة العامة عدمها أكيد له تنثير على سوق العملات الرقمية وخلينا نقول سوق البيتكوين بالأخص العنوان راح أبيع كل العملات أرقمية كثير من الناس تردد أنه في حالة وزي ما شفناها في الفترات الماضية عندما صح السوق ولو صح السوق أكثر لو ما كان هذا هو التصحيح اللي تماشى مع تغيير سياسة الفيدرالي وقام من سوق تصحيح أكثر راح نشوف كثير من الناس قالت وراح تقول راح أبيع كل عملات أرقمية وجهت نظر وليست نصيحا هذا السلوك هو سلوك غير جيد يجي دائما في مراحل الفض في الأنسرتينتي والداوت في مراحل الخوف وعدم الأكيدية وأيضا الشك إذا أنا مستثمم في مشاريع وداخل بجزاء وداخل في مناطق كويسة ودارس هذه المشاريع وواثق منها فأنا أخسر لما أبيعها فلذلك أرقواه في يدك في النهاية طبعا أنا مع الانخفاضات اللي حصلت ما كنت أبيع بالعكس كنت أشتري بأم الله تعالى فلا أتفق مع فكرة أنه إذا نزل السوق سأبيع كل العملات أرقمية هذا الكلام غير منطقي وكذا يطوي العم السلام وصلنا نهاية حلقة اليوم لا تنساني أنا ولديلي من دعاك وأيضا اكتب لي تحت في قسمة تعليقات أي استفسار أنت حاب تعرفه متعلق بالكيبت والعملات أرقمية وراح نحاول إذا قدرنا نجاوب الحلقة الجاية إذا شفت هذه الحلقة تستحق إعجاب لا تنسى تعطيها إعجاب لا تنسى تشترك في القناة وتفعل جغس التنبيهات عشان نجيك تنبيه بالحلقة الجاية أكثر من صلاة الحبيب عليه السلام في أمان الله